موسيقى مشاهدي قناة الدار أهلاً ومرحباً بكم الكل تبع بطبيعة الحال لتفاصيل والأحداث والوقائع لشهدتها منطقة الكركارات المنطقة الحيوية والتجارية رابطة ما بين المغرب وأشجارة موريطانية من طرف مجموعة من الأشخاص المتبوعين للجبهة البوليزاريو الوهمية اعتداءات كثيرة تخريب الطرقات وإطلاف المنتوجات الفلاحية اليوم نزلنا الشارع بمدينة الدخلس هنا المواطنين هل هذا المشاهده هكذا كانت أرضت الفعل لهم وعلى كل حال السلم العام والأمن العام هذا الشيء مطلوب في أي منطقة من العالم خصوصاً المناطق التي كانت فيها نزاع وتوقف فيها إطلاق النار المطلوب أن ذلك الموضوع تماشي يتقدم حتى يحصل السلم العام والأمن ونقطة غرقرات هي نقطة حيوية بالنسبة لمجموعة من الدول منها ما هو شمال النقطة ومنها ما هو جنوبها كدول أوروبا والمغرب والصحراء وموريتانيا وإفريقيا اللي برا موريتانيا وعلى كل حال قبل ما كانت النقطة مفتوحة كانت هناك طرق للتعامل سواء جوية أو بحرية أو عن طرق برية من جهات أخرى شرقاً وتعودت الناس منذ سنين على هذه النقطة وبرمت صفقات على هذه النقطة وصارت اعتمادات على تلك الصفقات سواء من ناحية الشمالية أو من ناحية الجنوبية وصارت علاقات تجارية وعلاقات عائلية وأسرية وعلاقات اقتصادية وحين تتوقف هذه النقطة طبعاً انعكاس ذلك سيكون على مجالات كثيرة في الحياة أني كنت صور مثل ما نصروا على الموقع التواصل الاجتماعي ونقع اعتدادات تخريب الضرق ما رأيكم لا لا هو المطلوب من الجميع أنه يبني ما يخرب هذا الشيء مهم البناء أهم من التخريب مع أنه الهدم أيصر من البناء في كل الأحوال لكن الإنسان المسؤول يجب أن يكون عون في بناء الكون قاطبة ولا سيما بناء منطقة ستعود له أولي أجيال من نفس النسيج الاجتماعي تبعاً إذاً إذا وجد أمر قيد الإنشاء يجب أن يساعد فيه وصراحة الرأي ديالي هو أنهم خاص يكون شيء حويش اللي سلمي حتى يشرا ما يمكنش يكونوا الإنسان يكون سلمي بطبع وماشي بما دم يوقف الخدمة ديال عباد الله اللي شيء حاجة اللي سافه هم ما عندهمش بها علاقة ذاك شيء بين الدولة خاص الوزراء ويعني هم اللي يناقشوا ذاك شيء بيناتهم ما خاصهم يدخلوا المواطنين بينات هاد الشيء اللي هم مرساني هلا تدرس بزاف هاد القاضية هذي حتيش مبقوش كيمشي لياش حال من حاجة أنا فاش مشيت لبيئر قندوز شفتش حال من الكاميون يعني الكاميون واقفين بزاف تقريبا شيء سبعة ولا ثمانية ما خلاوهم شي دوزو والخضرات ديالهم غادة يعني خسرات تسمك ما خلاوهم شي دوزو يعني حتي اللي دازو كيشدوها هذيك الخضرات كيشدوها كيشدوها ليوم كيخلوها شدوز ليوم تقريبا ثلاثة سوايع ديال الطريق ولكن خلاوهم يدوز ثلاثة الكاميونات ولكن ما خلاوهم شي دوزو من الحدود وقفوهم في قرقارات خلاوهم شي دوزو ممارسة عنيفة من طرف البوليزاريو اللي كيتبيين عليهم بأنهم يعني واحد الجماعة اللي غير سلمية وكاتبغي تنوض العنف ما بين يعني تخليل واحد سلوك غير سلوك غير إنساني كتبغي تتخرجوا من المغاربة ولكن رغم ذلك المغاربة بقاوا سلميين واحتمل الجيش ديال المغاربة وكذي يتبين بأن يعني العلاقة ديال الصحراء المغربية ما عندها شي علاقة بهذا ردة الفعل اللي درت البوليزاريو صراحة أنا أشتوف المواقع التواصل كأي شخص كأي مواطن وذلك الحالة مشى أي واحد غادي تعجبوا حالة يرتلها حيث الناس مليوحين تماما ومشارع لدائرين ولمتجدالهم أخبت الفاسدة و والتخريب و أبدأ كنت أتمنى أن هذا شيء لا يبقى ويشتركوا في أقرب وقت حيث لا من الصالح نحن نريد صالح ومومة أحسن عدد أكسيو وعندما أردت في المدينة في المدينة لأنني لم أردت فعلاً فأنا أرى الضمار وخارب وما هو الذي يتعلم هل يتعلم أنه محبت في المدينة؟ هذا هو الضروري نحن أصلاً ندين دينا كيدعوا للسلام وأحسن حاجة أنهم يخرجوا شيء قرار لسلمي وكيرد كلا الطرفين الرأي ديالي هو خاصة تقدد شيء باش قال المغرب ديالنا زوين والصحراء المغربية وقالتك شيء زوين وصع ونميك تشوف هذه الممارسات في ممارسات؟ كنت تشوف هذه النزاعات بشكل كبير تحاول تسوي الأمور والتقاددك شيء والحمد لله البلاد تكون زوينة مغربة معروفين بالسلم؟ بالسلم والأمان والجود والكارم وكل شيء لم يكن لديه فكرة لم يكن لديه هذا لم يكن للسحراء ولكن السحراء مغربية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي